أعلن الصحفي محمد القيق المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ثلاثة أشهر مواصلة إضرابه عن الطعام رغم قرار المحكمة الإسرائيلية تعليق اعتقاله الإداري يوم أمس وذلك دون السماح له بمغادرة المستشفى الذي يرقد فيه وظهر القيق في شريط فيديو والتقطه ناشطون وهو يتحدث بصعوبة بالغة مبديا تصميمه على مواصلة الإضراب حتى نيل الحرية هذا واعتبرت عائلة القيق قرر المحكمة الإسرائيلية بالمصرحية